وفي ملحقها أرياضي عبدالإله حمودي استعان بعناصر أمنية للاستيلاء على الأولمبية حامي هدف الأسود يخضع لفحوصات كورونا خسارة جديدة تدخل العراق نفقا مظلما في التصفيات الآسيوية بكرة السلة تيموز المسابقات تفتقر للكفاءة الإدارية ونطالب بإيقالة أعضاءها نادي الأمانة يكرم حامي عليناه بدرع الإبداع هذا كل ما جاء في صحيفة الزمان مشاهدين وإلى صحيفة أخرى معكم ومجموعة من العنوين أيضا وتحديدا المحلية هذه المرة معنا الدستور وفي ملحقها أرياضي كرسي الأولمبية يحرق الرياضة الشبول الخسارة واردة بكرة القدم جمال علي الدوري ما زال في بدايته الدولية لن نعترف بانتخابات الأولمبية علوان لكل مباراة أسلوبها باسم قاسم الزوراء بخير جلال حسن حالة الصحية تتحسن وبعنوان أخير حمودي يقرر مقاضات من حاول اقتحام مبنى اللجنة الأولمبية هذا كل ما جاء في الدستور بعض الدستور ننتقل إلى صحيفة أخرى وأيضا فيها عنوين محلية الأنيق شعبي مهلهل ومدربه بلا خبرة وخمسمائة دينار تنقذ النادي من أزمته نادي الجامعة مشروع للانشقاق وأستغرب تنصيب يونس رئيسا له جاهز للتنسيق مع المغاربة للقاء دولي بين سود الرافدين والأطلس هذا كل ما جاء أو لدينا المزيد من العناوين المحلية أيضا في المدى رحلة أو كاباسيلي أمل ديوانية لقهر النفط على ملعب راضي هذا كل ما جاء في المدى مشاهدين بعد المدى ننتقل الآن إلى الحقيقة وفي ملحقها الرياضي أيضا وطني السلم يخسر أمام نظيره اللبناني تطبيعية اتحاد الكرة تحرم الملايين من العراقيين من متابعة الدوري الممتاز أمانة بغداد يكشف عن حقيقة إصابة حرسه استرهنك محسن وصالات الشرطة يواصل عروضه القوية مدرب القاسم هدفنا تصحيح المسار أمام الطلبة والجوية هذا كل ما جاء في صحيفة الحقيقة بعد الحقيقة ننتقل إلى صحيفة أخرى وهي الصباح الجديد وفيها من عنوين إحسين فلاح طموح التفوق في الملاعب الخضراء ثاني حكم دولي بعد سامي ناجي في تاريخ محافظة البصرة وتواصل الأعمال في قاعة بغداد أرينا وأيضا بطولة الجيد كوندو والنفط والديوانية يفتتحان اليوم الجولة السادسة لكرة الممتاز ثامر خلف يؤكد جاهزية لاعبي المركز الوطني بالقوة للاستحقاقات المقبلة دراء إبداع أمانة بغداد لحارس المرمى ثرهنك هذا كل ما جاء في الصباح الجديد بعد الصباح الجديد ننتقل إلى صحيفة انسبورت معكم الآن ومعي مجموعة من العناوين السادع أسيويا وعربيا منتخبنا الوطنية تقدم مركزا واحدا في تصنيف فيفا الجديد أمانة بغداد يكشف عن حقيقة إصابة حارسه المكتب التنفيذي للأولمبيا الدولية يؤكد عدم اعترافه بنتاج الانتخابات وضرورة تصحيح المشهد الأولمبي العراقي وزير الشباب والرياضة يزور المرشآت الرياضية في كاركوك هذا كل ما جاء في انسبورت آخر ما لدينا من عناوين وفي صحيفتنا الأخيرة اللي هي الزورة وفي ملحقها الرياضي الكعبي التطبيعية أثبتت عدم قدرتها على إدارة الملفات الرياضية المهمة استبعاد همام طارق من قائمة الإسماعيلي للموسم الجديد الحارس جلال حسن ينتصر على بيروس كورونا اللجنة النصوية تعقد اجتماعا مع رابطة الدوري الإسباني وأيضا قصايموني رديواري الأكثر إجهادا في الجولة السادسة إدارة ناد الحدود تطالبي قالت لجنة المسابقات هذا كل ما جاء في الزورة وأيضا انتهت معنا العناوين المحلية الصادرة لهذا الصباح في جميع الصحف العراقية الصادرة اليوم فاصل ونعود نعم مشاهدين بعد هذا الفاصل نكمل الجولة معكم بين الصحف والسوشال ميديا ولازلنا مع الصحف وننتقل إلى المقالات معي ومعكم الآن أول مقال وهو في صحيفة الصباح وبعنوان دوري في مهب الريح للكاتب والصحفي خالد جاسم طبعا الدوري الكروي الممتاز أو الدوري العراقي بطولة أو مسابقة تمثل سمعة العراق وتعتبر هوية الكرة العراقية لكن هذه المسابقة أو هذه البطولة تفتقر للكثير وتعاني الأكثر بسبب الصعوبات المالية وأيضا قضية الملاعب والنقل التلفزيوني وإلى آخره في كثير من المشاكل والمعوقات تفاصيل هذا المقال سيكون أو ستكون مع أثير باقر المعروف في كل أرض فيها ملاعب وجمهور وكرة قدم ومسابقات إن بطولة الدوري لا تمثل المسابقة الأبرز والأهم على مدار الموسم الكروي المحلي فحسب بل هي إذا جاز القول مسابقة المسابقات إذ لم تكن الهوية الحقيقية لكرة القدم في هذه الدولة أو تلك طالما أن هذه المسابقة أو الدوري تحكز المستوى الحقيقي لللعبة وفي العراق ومع عراقتي وقدم مسابقة الدوري إلا أن هذه البطولة وكما هو حال الكثير من ظواهر الحياة المتمدنة وفعاليتها المختلفة تعرضت لما يشبه التدمير والخراب الحقيقي الذي فرض واقعا جديدا تطلب عادة هيكلة الدوري ولا شك بأنك في مقدمة التحديات التي تواجه عمل الهيئة التطبيعية في اتحاد اللعبة هو الحضور الجماهري في ظل تفشي جائحة كورونا وتصاعد المطالبات الجماهرية بإعادة الروح إلى مدرجات الملاعب في ضوء عدم التقييد الصريح بإجراءات الوقاية في بقية المرافق الحياتية كما تتجسد قضية النقل التلفزيوني وإشكالة تعاقد مع القناة الوطنية الرياضية العراقية في نقل المباريات لتكون تحديا من نوعا آخر لم تحتاط معه الهيئة التطبيعية بمنظور يوازن بين الصعوبات المالية لشبكة الإعلام العراقي وحاجة الجماهير إلى متابعة الدوري عبر شاشة الوطن بينما تبقى قضية الملاعب وافتقادها المواصفات اللازمة في معظمها أشبه بسكين صدئ منذ أعوام في خاصرة المسابقة من دون حلول موضوعية حاسمة نعم مشاهدين هذا المقال انتهى وننتقل إلى مقال آخر وبصحيفة أخرى وهذه المرة في صحيفة الدستور وبعنوان متى تهاجم أيها الصقر ولماذا أنت صقرا للكاتب والصحفي علي سلمان غالي هذا المقال هو قراءة فنية من محب لأداء السقور مؤخرا وعتب لقائد السقور السيد أيوب أوديشو تفاصيل هذا المقال ستكون مجددا مع إثير أعرف جيدا أن سيد أيوب أوديشو يعتبر حتى نصيحة التي تزدى له ولو من محب متخصص بأنها تدخل في عملي حتى بات معروفة للجميع بأنه لا يسمح لأحدا أن يناقشه في الجانب الفني لذلك نرى أن أيوب أوديشو يجب أن يسمع ويستشير وإلا لماذا يضع كبار مدربي العالم مستشارين يقرؤون لهم الأحداث كلا حسب خبرته ونظراته أوديشو يمتلك الآن أفضل فريق في الدور كعناصر إذ أن لديه مجموعة لاعبين موظبين من النادر أن تجتمع في فريق واحد تم أنه الفريق الوحيد المستقر منذ أكثر من موسم والمراقب وهذا أيضا عامل إيجابي آخر تحسده عليه الفرق الأخرى وضبن هذه المجموعة هو يملك عددا من المهاجمين الذين تحلم الفرق الأخرى بمثلهم متى يأتي دور المهاجمين الآخرين إذا ظل يلعب بهذا المهاجم أو ذاك في كل المباريات هل يعقل أن يلعب بأي من حسين لوحده مع أمانة بغداد المتواضع المستوى بالنسبة للجوية حتى مع طرد لاعب من أمانة بغداد نهاية الشوط الأول الذي كانت جوية فيه مسيطرا على كل مربعات الملعب ولم تكن هناك أي خطورة تذكر لفريق بغداد ومع ذلك نزل الجوية المكتمل الصفوف إلى الشوط الثاني بنفس الأسلوب وحين طرد حارس مرمى الجوية في بداية هذا الشوط واللوحة تشير إلى خسارة الجوية بهدف فإن أيوب أخرج سلاحا من أسلحة الهجوم بعد سيطرة لاعبه التامة وحاجته إلى الأهداف ما هذا الخوف وكيف ستفوز نعم مشاهدنا نكمل ما تبقى لدينا من مقالات وهذه المرة المقال في صحيفة انسبورت وبعنوان حضور الجماهير ومتعة كرة القدم للكاتب والصحفي هشام الدلفي الجمهور هو صوت الملاعب وموسيقى كرة القدم هذا ما وصف به هشام الدلفي الحضور الجماهيري للمباريات الدوري الكروي الممتاز تفاصيل أكثر للمقال وعنوانه وموضوعه مجددا مع إفير الجمهور هو صوت الملاعب وموسيقى كرة القدم ومنذ تشار فيروس كورونا إلى الآن أصبحت الملاعب صماء ولم يستمتع جمهورنا في مباريات فرقهم فحضور الجماهير إلى الملاعب ليس كمشاهدتهم للمباريات من أمام الشاشات فهناك ضجيج ودوري وهدافات ترفع من معنويات اللاعبين وتزيد حماساتهم بيد أن قرار خلية الأزمة بحضر الجمهور من الملاعب للحفاظ على سلامتهم ولغرض الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس قد يكون انتقى لسيما وقد سمح للكثير من تجمعات بممارسة حياتهم الطبيعية مع التوصية بالالتزام بطرق الوقاية وملاعب كرة القدم لا تختلف عن المولات والمقاهي والمطاعم وإقامة الحفلات فكلها تجمعات ونأمل خيرا من تصريح السيد عباس عليوي بالسماح للجمهور بالحضور إلى الملاعب بحلول شهر كانون الأول المقبل وما صرح به الاتحاد الإنجليزي مؤخرا عن دخول الجماهير إلى بعض ملاعب الفرق الإنجليزية يجعلنا نتفائل بأن الحياة ستعود لكرة القدم نتمنى من لجنة الصحة والسلامة أن ترعي الشغف وحب جماهير العراقية للملاعب ومتابعة فرقها وأن تكون التعليمات متاحة للجمهور وتنظيم جلوسهم وتباعدهم كي يكون للدورين حلاوة بطعم الشهد كون متعة المباريات كرة القدم لا تكتمل إلا بهم ومن دونهم لا تعد سوى مباريات خالية من التسويق والإثارة شكرا لزميل أثير باقر على القراءة معنا الآن مشاهدنا عبر الهاتف الصحفي الرياضي الأستاذ هشام الضلفي نتحدث معه عن مقاله هذا صباح الخير أستاذ هشام صباح الخير عليك على جمهور قناة الوطن جميعا أهلا وسهلا نتساذ هشام يعني غياب الجمهور على الملاعب والمدرجات أثر بشكل كبير على ما يقدم من قبل اللاعبين أو الفرق في الملاعب هذا الموضوع هل سيؤثر أكثر في الأيام المقبلة أم لا حقيقة طبعا موضوعنا اليوم موضوع مهم وستخدمناك استفتاحية في جلبة الاسفورت يعني حقيقة ما جرى من أحداث أخيرة وظهور قيروس كورونا جعل الملاعب يابشة وخالية من الجماهر فهذا أثر كثيرا وسلبا على المباريات ومستوى اللاعبين ومعنوياتهم فنحن نتمنى من مجنة الصحة والسلامة أن تراعي ذلك ولكن هناك يجب أن تكون بشريقة وجود الأمن والسلامة لجمهورنا لأننا نعلم أن هناك كثير من المالات والمقاهي قد فتحت في قامة الحسدات لكن تسليح السيد عباس عليو الأخير فالسماح في مشاري قانون الأول بالدخول للجماهير جعلنانا نتفائل ولو بقليل أستاذ هشام هل ترى تطبيق دخول الجماهير ولو بشكل جزئي سيحل القضية في الأيام المقبلة هل سينفذ هذا القرار أم لا سيكون هناك على العكس إجراءات صارمة أكثر بحق الجمهور حقيقة لدي ثلاثة محاور ولو على عجالة أستخدمها معك نعم أولا الموضوع دخول الجماهير نجد أن يكون هناك عدد محدد لدخول الجماهير وخاصة روابط الأنبياء أنبياء الجماهيرية والمحاصبات بشريقة أن تكون هناك لجنة من لجنة المسابقات أو الوزارة الشباب أو أي جهة معنية بالتنسيق مع لجنة الصحة والسلامة كي يكون هناك تباعد وعدم التقارب ونحن نعلم أن لدينا ملاعب كبيرة مثل ملعب الشعب وكربلا والمدينة رياضية فهذه الملاعب إذا دخلها خمسة ألاف أو أربعة ألاف لا يكون ذلك في إشكال أما الموضوع الثاني موضوع النقل التلفزيوني حقيقة النقل التلفزيوني صار حديث الشارع والآن لا نعلم أي خناة تنقل المباريات العراقية نتعودنا في المعاشرة السابقة العراقية هي من تنقل المباريات لكن الآن لا نعلم هناك موضوع أدخل إلى موضوع تقريبا موضوع تجاري لأن الطلب يجير عالي على المباريات فهذا سيثبت خلل كبير في حلاوة دورينا أما الموضوع الثالث تجاحم المباريات نحن نعلم أن الآن أغلب المباريات تنقل الساعة الثانية والثانية والنصف وجميعها تقريبا بنفس الأوقات هذا سبب طلق للمدربين وإدارات الأنذية وهذا ما اشتكت من بعض المدربين نعم أستاذ هشام نعود لنقطة ذكرتها حضرتك من خلال كلامك اللي هي روابط الأنذية طبعا بهالأيام أعلنت أنها بصدد الاعتصام إن لم يدخل الجماهير إلى الملاعب هل سيؤثر هذا الموضوع أم لا؟ نحن نعلم أن روابط الأنذية هي من تعطي لدورينا الحلاوة والجماع نحن شعب نحب كرة القدم ونعشقها وجماهيرنا تتابع الموضوعات بشغل المشاهدة خلف التلفاز ننسى شيء نقول إلى الملاعب نحن نعلم ذلك فنجب نجب على الهيئة الطبيعية والجنس أن تراعي هذا نحن نريد أن ننجح دورينا ولا نريد أن يتأخر مثل العوام السابقة لكن بشريطة أن تكون هناك لجان من لجنة الصحة والسلامة تراعي التباعد كي يكون لدورينا حلاوة لطعم الشهد وأن لا تكون هناك معرقلات من قبل لجنة الصحة والسلام نعم أستاذ هشام بسؤال أخير عدم منح العراقية الرياضية حقوق بث المباريات هذه مشكلة لربما تسبب مشكلة أكبر بما أنهي أزمة متواجدة وكبيرة بحد ذاتها والمطالبات المالية غير المنطقية للتطبيعية متى يحل هذا الموضوع وكيف سيكون شكل الدور العراقي مع هذه المعاوقات جميعا نحن نقول لأخواننا في الهيئة القطبيعية أن كرة القدم مرياضة بصورة عامة هي سلام ومحبة وتواصل مع الشعوب ولإخراج الشباب طاقاتهم لكن أن تتحول إلى مادة تجارية فهذا غير مقبول يجب أن لا تكون النفعية والربحية نعلم أن هناك الاتحاس اتزامات ومنتخبات ومحسكرات ومصاريف لكن لا تكون على حساس المضايات سلة القدم محسنون الجمهور المشاهدة الجمهور محلوب من دخول الملاعب ومن ثم عدم المشاهدة فنحن في أي بلد نعيش لا كرة قدم لا خروج فهي مطالب من أسواننا في الهيئة التطبيعية أن يكون هناك تسجيلات مع صناعة الرياضية العراقية وحين تعودنا في كل موسم نرى استيديو تحليلي برنامج عن الحكام فالعراقية تصور جهزة هذه الأشياء جميعها ويجب على النجمة الهيئة التطبيعية أن تكون جادة وأن تساطي للعراقية الرياضية حقوق النقل وأن تكون هناك تسجيلات نعم نتمنى ذلك الصحفي الرياضي هشام الدالفي شكرا جزيلا لإنضمامك معنا عبر الهاتف مشاهدين نكمل حلقتنا لهذا اليوم من برنامج جريدة ونت وننتقل إلى سوشال ميديا ونبدأ مع الفيسبوك معي الآن حساب نادي الزوراء على الفيسبوك نشره جلال حسن ينتصر على فيروس كورونا ويعود إلى بغداد غدا وأثبتت الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا عن اكتساب الحارس زلال حسن الشفاء التام من الفيروس وجاءت نتائج المسحة التي جرت يوم الاثنين في الإمارات سلبية على أمل عودته للعراق مساء يوم غد الثلاثة ونقصد اليوم إن شاء الله يعود بالسلامة مشاهدين نبقى مع الفيسبوك وإلى حساب نادي نفط الوسط الرياضي نشره نفط الوسط الأفضل في الجولة الخامسة من دورينا اختيار نفط الوسط أفضل فريق في الجولة الخامسة اختيار لاعبي نفط الوسط الأفضل في الجولة الخامسة مشاهدين آخر ما لدينا على الفيسبوك الصفحة الرسمية لنادي الديواني الرياضي نشرت الوحدة التدريبية الأخيرة لإسود الفريات قبل مواجهة النفط على ملعب الكرخ نشاهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم مشاهدين نكمل حلقتنا ولازلنا مع سوشال ميديا وننتقل إلى تويتر وعلى حساب العراق سبورت نشرت تشكيلة رسمية الأفضل في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز حسب اختيار محللي برنامج الكابتن نعم مشاهدين ونبقى مع تويتر ومعرض الكرة العراقية عودت ملعبي الشعب والنجف الدوليين للخدمة بداية من الجولة السابعة من دوري الكرة الممتاز ومن جهة اخرى وعدت ادارة زاخو واربيل باصلاح الاينارة قريبا جدا وبهذا يمكن للفريقين ان يلعبا مساء تحت الاضواء الكاشفة نعم مشاهدين نكمل وايضا مع تويتر وعلى حساب الكرة العراقية هذا جدول مباريات الجولة السادسة من دورينا مشاهدين نذهب إلى فاصل قصير ونعود إلى الانستغرام نعم مشاهدين الآن على الانستغرام معنا حساب امانة بغداد وكتب طبعا بهذا او كتب على هذا البوس مدربنا الكروية عبدالكريم سلمان في حالة جيدة واستقرار وضعه الصحي وقريبا وسيعود ويقول فريق الكناري نعم مشاهدين وايضا اراكي بفول طبعا هاي كانت عن قائمات اللعبين المحرومين للجولة السادسة نعم مشاهدين ونكمل ما تبقى لدينا وادارة امانة بغداد تشكو ادارة القوى الجوية قدمت الهيئة الادارية لنادي امانة بغداد شكوى رسمية ضد ادارة نادي القوى الجوية لدى الهيئة التطبيعية وطالبت ادارة بغداد بمعاقبة لاعب القوى الجوية الذي اعتدى على مشرف فريقها الكروي واد اعتباره حسب كلامها نعم مشاهدين وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا لفريق البرنامج وشكرا لكم مشاهدين اشتركوا في القناة